بعدما أرادوا أن يكذبوا على الملحدين والنصارى وأخواننا المسيحيين رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى إخواننا بل أنفسنا الهندوس على الله مقامهم بأن نبيهم عظيم وصاحب خلق وصاحي وعقله سليم وجسم سليم في عقل سليم والرياضة صحة وأمان هذه الأكاذيب التي أرادوا أن يكذبوا بها على الناس حتى يطوفوا حول الغرفة الفارغة ويأخذوا أموالهم فنحن إن أردنا أن نعتقد به أو نحترمه لابد لنا أن نفهم لماذا مات وهو مخبل يركض بالشارع مجنون يسبسب يشتم يبول على أصحابه أشياء كثيرة حتى أنه أراد أن يرسم أشياء يعني الواحد يخجل يقوله لكن راح تتوين الآن بالرواية في صحيح البخاري في كتاب العلم أن نبيه مع صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعدي قال عمر أن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا قال فاختلفوا فقال قوموا عني وإلا ليش عمر يدخل يمنع إذا كنت ستقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب وصية اهدئ اهدئ ليش ما انطيتو ابن العاهرين والعاهرين ليش ما انطيتو ليش لا وأنه كان مخبل مجنون آه جيد إذا ما أراد يكتب وصية ما أكون مخبل يكتب وصية هو مجنون يهجر كما قال عمر كانت لديه قدرة أن يطلب ولكن لو أعطيه لا تغوط وبال في الورقة مثلا أو لا رسم أعضاء عائشة تناسلية في الوصية مثلا أو لقال قد كذبت عليكم بالغرفة الفارغة المربعة وهي صنم جديد اتخذتموه من دون اللات والعزة مثلا ويفضحكم فضيحة مثلا أو يقول لكم أني قد كذبت عليكم ونكحت نساءكم مثلا نبي كون عن كونك مجنون يهجر غلبه الوجع أراد يشخبط بالورقة يعمل شخابيط صح؟ لا شو أراد عم يعمل؟ يكتب شو يكتب لا يشخبط بالورقة ولا شي عم يشخبط النبي أمي لا يكتب لا يقرأ ولا يكتب أحسن يحدا بدي نكله ويكتب سنت فكان عاوز عم يشخبط ما طلب الورقة يكتبها هو؟ كان عم يريد يعمل؟ طلب من واحد إنه ينكلوا الوصية هاي وهو يكتب له إياها أيش قلت؟ قلت كلمة وصية؟ أيوة كان بده يكتب وصية كان بده يكتب وصية أوصيكم وصية لن تضلوا بها بعدي صح؟ يعني كان يكتب وصية وصية ما كان في شي أوصيكم وصية يعني إذن ما كان في شي ما كان في شي يعني عمر عم يكذب لا عمر ما بكذب انتهى الدين والله خرص يأتي مجنون مريض عنده مشكلة بعقله يأتي مثلا إلى قسم المستشفى يقول أنا أريد سكين كبيرة هاي صير ولا ما صير؟ صير الصحابة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون يهجر مخبل قلبه الوجع هل قدما مخبل مجنون قلبه الوجع مهوز طلبه ورقه قلم طلبه ورقه قلم لو أعطيه عمل كارثة فهذا يحدث للمجنون الذي فقد عد عقله يحدث ويطلب شي غير متفق معك نعم جيد؟ غير متفق معك ثلاثة تقياحة بيكنتشب هذه عندنا بالدول العربية مستشفيات خربانة فالمريض يحطونا بغرفة بالبيت خطيئة ويقفلون عليه الباب رأفة رحمة بي يعني مو سجن بس يقولون هم يقولون يقولون بس يطلع يأذينه يروح يضرب أو يأخذ سكين مثلا أو يجي يلزم من كهرباء يجرها يشلحها قال انطوني كتف مثلا الآن مخبل يجي يقول مثلا أنا أريد أدخل للحمام بس أريد موبايل مثلا هذا راح مثل النبي صلى الله عليه راح ينزع الباسه ويفتح لايف من شاف عبد الله بن عمر هذا راح يفتح لايف ويحط لايف خلفه ويقعد والناس الشاهد وتكتب لها تعليقات تخيل ليش البيت تخيل هذا بث اسمه بث النبي صلى الله عليه وسلم هذا رواية بصحيحين دين دينك حرقة معبالة كان جاي تكيي أن عبد الله بن عمر يوم من اليوم كان يشاهد بثوث فطلع لبث اسمه بث النبي صلى الله عليه وسلم ناس الإسلامي والسنة فعبد الله بن عمر قال خليني أشوف قال عبد الله بن عمر فرقيته على بيته لنا فرأيته النبي صلى الله عليه وسلم جالس على الأبنتين عورته بالنص نازلة وجالس يدغوط فنقلت الرواية بالصحيحين يعني معناه كان فاتح لايف النبي صلى الله عليه وسلم كان فاتح لايف أثناء ما كان يقضى حاجته طيب لو شخص مو عاقل عنده جنون مريض مخبل قلبه الوجع يهجر يطلب هكذا أشياء يمنع يطلب هاتف يمنع يطلب سكين يمنع يطلب أدوات من الزجاج يمنع يطلب كتف ودوات يطلب ورقة وقلم يمنع لماذا؟ مخبل أول شي لازم ما اكتعرف ونقلت لك لازم ما اكتشي تقرأ تروح تدرس عن سيرة النبي انت ما زال ما عارف سيرة النبي أول حاجة ستقرأ على سيرة ذا النبي يعني ايش أقرأ سيدة محمد عليه الصلاة والسلام يعني كان يبول بالزبالة يضرب البنت اليتيمة يسبسب يشتم ينسى القرآن يخطأ مسحور مجنون يطلع عورته شنوا سيكون حاش لله حاش لله ماذا حاش لله ما هي التي صدمتك خاش للها تقول على محمد نبيه ونبيك مجنون هذي أول حاجة حاش لله آه نبيه يكون مجنون نحن ابن نبيه رح يكون مجنون هذا النبي نزل عليه الوحي ونزل عليه ملك من بلائكة هذا قول عمر ابن الخطاب قبل أن يموت ملك جبريل عليه السلام نزل شخصيا نزل شخصيا نبينا محمد عليه السلام أي نعم عمر قال أن نبيك مجنون ولم يخرجهم بل أخرج لنا سبابين شتامين قتل ومجرمين رسول محفوظ من عمد الله لا إنما هو بشر وكان مسحور ويتخيل أنه يفعل الشيء ولا يفعله ما أظن هذا كلام عائشة في الصحيحين عن عائشة قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام سحرة حتى سحرة وكان أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله هذه قول عائشة قول عائشة يا أخي الكريم سمحني بكل احترام مشكوك في الأمر هذا والله أعلم يعني أنت تطعم بصحيح البخاري الذي كنت تعتقد به مع القرآن لا أحسنت فلا يوجد فيه تعريف لا أي خلا فهذا نبيك يفعل الشيء ولا يفعل مخبل مجنون يهجر الرواية الرواية المروية في الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا ما يدري مجنون يهجر خلبه الوجع أين أنا اليوم أين أنا غدا وهذا الشيء صرحت به عائشة في فراشه صلى الله عليه وسلم وقالت أنه كان يتخيل له أنه جامعني ولم يجامعني وأنا كنت أطلع خسرانه هي تقول هذه الذنوب الصغيرة لأنه بشر يعني الذنوب صغيرة هنا أو لو عنده عشيرة هذا ي طقونه طي يربطونه بسلسلة لا لا والله العظيم قسم بالله قسم بالله أنا أتكلم له الرجل أعربى عربى غير 依 هذا الريال هذا التكلم عنه أنا ما أعرف هذا منه هأنت تقول عنه نبي أنا ما أعرف هذا نبي أنا ما أعرف هكذا نبي هذا الريال اللي يسبسب بالناس يلعن بالوادم ويطقطق ويدعو على البنت اليتيمة ويشتم بالوادم ويلعم بالوادم والله العظيم لو كان من قبيلتي لا أربطه بسلسلة وحطه بباب البيت وما خليه يطلع يعبره عتبة الباب وقل لي اس ما أتكلم بهذا حتى أنت تربطه اي نعم بس اسمع اسمع امير الفكرة الفكرة هي ان هذا رسول فأنت ما تدري وشي الحكمة من وراء هذا الشي يعني انت الآن تريد أن تقول من انه سبه ولعنة هو أمر من الله ما ما ندري ما ما أعرف أنا ما أدري هذا شي خاص يعني هذا رسول هذا موش إله امير رأسه ما هو عنده تصرفات خاصة يهجر ومجنون وينتحر ويرمي نفسه ويهذي ويتكلم كلام ما يعرف معناه ويسبسب ويشتم إذا جلس شخص يمنبيك تضمن نبيك ما يضربه أو يلعنه أو يسبه أو يشتمه أو يدعو عليه فالمفروض إذا واحد يريد يروح يدخل للإسلام يمن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذوا يا درع هذا الدرع الكبير مالي الشغب اللي يصير على طول الشخص يجلس معاه وراء الدرع ويقول له تفضل تهديني هاي وشنو عندكم شنو عندكم خاف لأنه يطقب نعال يطقب حذاء يطقب عائشة يطقب خشمة بعديدة يسبه يدخل عليه اما ما معصوم ايه مو معصوم ايه ما معصوم ايه ما تقدر تكفله خاصة أنه خرجت منه هكذا أشياء يعني احنا ما جالسين نتكلم عن شخص ما طلعت منه اشياء علشان انت تقول لي لا الرجال أخلاقة عالية لا لا أخلاقة مو عالية وأوصى عند موته بثلاثة أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال ونسيت الثالثة نبيهم قبل ما يموت وصاهم ثلاث وصايا والله مصيبة والله على العظيم ثلاث وصايا من نبيهم ما حفظوها وحده ضاعت واثنين وصلهم يعني مهزلة 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 خلوها سكته الاسلام مهزلة لو لا محمد وآل محمد مهزلة مهزلة هذا الاسلام اللي موجود الآن كله مهزلة كله 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 مهزلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر